ترأس اسمه العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 الاجتماع التنظيمي الدوري لللجنة العليا لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 بايدك والذي ستحتضن مملكة البحرين نسخته الأولى خلال الفترة من السادس عشر إلى الثامن عشر من اكتوبر القادم وذلك برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى وفي بداية الاجتماع أشاد سمو العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لجانب كافة الجهات المعنية والمسؤولين والمنظمين وفي مقدمتها قوة دفاع البحرين الباسلة والحرس الوطني ووزارة الداخلية من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير الذي يقام للمرة الأولى على أرض المملكة ويعتبر أحد أهم المعارض العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وأكبرها كما ونوعا مؤكدا سموه أن إقامة هذه الفعالية الأمنية والدفاعية الدولية المتفردة على أرض المملكة يبعث رسالة للعالم بأن البحرين هي واحة الأمن والأمان كما يعد مساهمة من جانب المملكة في تعزيز الاستقرار الأقليمي ومكافحة التطرف والأرهاب وأضاف سموه بأن إنجاحات بين النجاحات التي سيحققها معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بنسخته الأولى 2017 سيتزيد الطموح إلى تطوير وإبراز صناعة المعارض في البحرين لتحقيق المزيد من فرص النمو والازدهار في هذا القطاع المهم وطلع سمو العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد على آخر الاستعدادات للجان العاملة وما وصلت إليه من جهزية تامة في الوقت المناسب من أجل إخراج المعرض والمؤتمر بما يليق بسمعة ومكانة البحرين الرائدة عالميا في تنظيم واستضافة المعارض المتخصصة كما حث سموه رؤساء اللجان على المتابعة والتنسيق المستمر فيما بينهم واكدا أن العمل الجماعي بروح الفريق الواحد هو أساس نجاح أي عمل في مختلف المجالات واستمع سموه إلى عرض تفصلي عن المراحل المتقدمة للإستضافة والتي أنجزتها اللجنة المنظمة في سبيل إظهار بايدك بأبهى صورة ممكنة من كافة النواحي واكدا سموه أن اللجنة العليا تتطلع إلى تنسيق جميع الجهود العسكرية والدبلوماسية المشتركة لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمجتمع الدولي ودعم هداف قوة دفاع البحرين وجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا وتنشيط القطاع السياحية ووجه سموه في هذا الصدد إلى ضرورة مضاعفة الجهود القائمة على العمل المحترف الدقيق في سبيل استحضار كافة عوامل النجاح والتميز وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية الشابة لإكتساب المهارات والخبرات والاستفادة من الطاقات المبدعة والأفكار الخلقة وشدد سموه على همية التغطية الإعلامية الشاملة ومتابعتها لهذا الحدث الضخم في إطار الشراكة الوطيدة مع الإعلام لإبرازها بالصورة اللائقة والمتميزة وتمن سموه انعقاد مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط بالشراكة مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة إدراكا لأهمية التحالفات العسكرية في إحلال الأمن وبسط الاستقرار ومواجهة الإرهاب بمختلف الوسائل المتاحة من جانبه أعرب الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات المتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عن امتنانه واعتزازه بدعم وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد وحرص سموه الكبير على تهيئة كافة المقاومات والإمكانيات التي تضمن للبحرين نجاحا باهرا في تنظيم هذا الملتقى الدفاعي الاستراتيجي الدولي وتحقيق الأهداف المأمولة وقال الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد إنه تم اختيار المتحدثين والحضور بالمؤتمر بعناية فائقة بهدف تأسيس منصة عالمية لتبادل الأفكار والآراء والتشاور حول المستجدات الأمنية والعسكرية والرؤى الاستراتيجية للتحالفات المشاركة وللاطلاع على أحدث الاستراتيجيات البناء بهدف وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة بما يصب في تحقيق التكامل بين التقنيات الدفاعية الحديثة والفكر الاستراتيجي المتقدم ترجمة نانسي قنقر